الأطفال هم وقود الحرب هذا ما تؤكده على الأقل كل الأرقام الصادرة من قبل منظمات الأمم المتحدة بانكي مون الأمين العام للأمم المتحدة أكد في جلسة نقاش مفتوح أمام مجلس الأمن عن الانتهاكات أن عدد الأطفال الذين تعرضوا للقتل والعنف في اليمن قد ارتفع في عام 2015 ستة أضعاف عن أعداد العام السابق بينما تضاعف عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم للقتال هناك خمس مرات في الفترة ذاتها من جانبها أشارت منظمة اليونسيف إلى أن العديد من الأطفال أصبح مستقبلهم في خطر مريع بسبب الحرب وفق ما جاء على لسان مديرها التنفيذي أنتوني ليك تقريبا هناك 250 مليون من الأطفال يعيشون في دول ومناطق تشوبها حروب أكثر من 30 مليون نزحوا بسبب تلك الصراعات أكثر من مليون آخرين تأثروا نفسيا وجسديا وعاطفيا لقد رأينا أسوأ ما في الإنسانية ورأينا أشياء كان من المفترض على الأطفال أن لا يشاهدوها هذه مجرد أرقام مختصرة والكثير من الأرقام المفصلة كنا قد أشرنا إليها في التقرير المرفوع إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ويأتي ارتفاع مؤشر ضحايا الأطفال نتيجة الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع على عدد من المحافظات في الوقت الذي تواصل فيه أيضا تجنيد المئات منهم ترجمة نانسي قنقر